قضية فساد كبرى في مصر طالت وزير الزراع الذي ما إن قدم استقالته وخرج من مجلس الوزراء حتى ألقت قوات الأمن القبض عليه الاتهامات الموجهة له تمثلت في طلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها ثمانية ملايين جنيه وطلبات حج لستة عشر شخصا بمزيد عن مليوني جنيه عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين مجموعة من الملابس بقيمة 230 ألف جنيه وهواتف محمولة إلى آخره النيابة قالت إنما سبق تلقاه الوزير ومساعدوه مقابل تقنين إجراءات تملك لألفين وخمسمائة فدان شمال غرب البلاد بالمخالفة للقانون ما إن خرج وزير الزراع من مجلس الوزراء بعدما أجبر على الاستقالة من منصبه حتى دهمته الأجهزة الرقابية على بعد خطوات قليلة من مجلس الوزراء واقتيد لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيما عرف إعلاميا بقضية رشوة وزارة الزراعة وقاعة فريدة من نوعها في مصر والتي شهدت ربما وزراء يلقى القبض عليهم ولكن بعد سنوات من ترك مناصبهم أما هذه المرة فالوضع مختلف والله يوم المفروض يكون فيه رقابة إدارية على كل الوزراء مش وزير الزراعة بس وبصفة دورية بس فيه فسالة في كل مكان في كل وزارة في كل حاجة في البلد هي خطوة صحيحة للأمام أنه لابد أن تقتعاد الفاسدين في أي مكان مكان بس أعزين إن شاء الله الدولة تشد حلها وفي جميع الوزارات في فاسدين لابد أن يمحوا خالص مننا على خريطة مصر إن شاء الله يعني وقد اتخذت نيابة العامة قرارها بحبس الوزير السابق وثلاثة آخرين على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليهم اتهامات بتقنين تملك 2500 فدان بالمخالفة للقانون وقد طلبوا في سبيل ذلك بوحدة سكانية بثمانية ملايين جنيه وطلبات حج بما يزيد على مليوني جنيه وعضوية بأحد الأندية الكبرى التحقيقات الجارية حول القضية اعتبرها البعض بداية لمواجهة مع الفساد فيما أسموه بحملات التنظيف بينما يرى آخرون أنه يجب أن يستتبع ذلك إجراءات وخطوات أخرى من الحاجات المعروفة والذي ظهرت بعد الثورة كان فيه أضايا فساد أكبر من كده وما خافية بقى كأكيد كان أعظم يعني مصر من الدول اللي هي دايما على مؤشرات الفساد بتيجي في مرتبة متأخرة جدا الحكومة نفسها بتعترف أن تكلفة الفساد في السنة حوالي 68 مليار جنيه تأتي مصر في المركز الرابع والتسعين ضمن 175 دولة بمؤشرات منظمة الشفافية الدولية وما يسمى بمؤشر مدركات الفساد في العام 2014 ورغم تقدمها في المؤشر 20 مركزا عن العام السابق إلا أنها ما زالت تحتاج إلى مواجهة حقيقية مع موروثات الفساد يعتبر البعض أن قضية رشوة وزارة الزراعة هي غيض من فايد فساد كبير يلف بعضا من أجهزة الدولة وتشير بعض التقارير إلى أن الأجهزة الرقابية تمتلك ملفات فساد قد تقدم للتحقيقات في الفترة القليلة القادمة وستظل طريقة القبض على وزير الزراعة السابق ماثلة أمام الجميع ربما في أكبر قضية فساد يكشف عنها في مصر في هذه الآونة محمد حميدة بي بي سي القاهرة للنقاش ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ خالد علي عبدالخالق أهلا وسهلا بك ومن القاهرة أيضا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية أهلا وسهلا بكم أستاذ عماد الدين حسين هل هذه هي البداية وربما يطال ذلك ساسة آخرين أو وزراء آخرين وبالتالي هي فعلا حملة منظمة للقضاء على الفساد الحكومة المصرية وكثير من أجهزة الدولة تقول أنها فعلا بداية وهناك تكاهنات كثيرة أن بعض المسؤولين الآخرين سوف تطالهم الإجراءات في هذه القضية يرى الحديث عن أكثر من اسم مسؤول أو قريب لمسؤول وعلى بعض الإعلاميين لكن لم يتم اتخاذ إجراءات رسمية بحق أي من هؤلاء وما يخرج من بعض الدوائر المسؤولة يقول أن هذه لن تكون القضية الأخيرة بل سيتم فتح أكثر من قضية في هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة في مصر منذ أيام حسن مبارك هناك منظومة متكاملة من الفساد تمكنت من معظم مناح الدولة للأسف الشديد وداءت في فترة كانت تحكم حكما كاملا تفكيك هذه المنظومة هو المهمة القومية الحقيقية وليس فقط مجرد تغيير وزير أو القفض على وزير أو مجموعة من المسؤولين تقاضوا مجموعة من الامتيازات أو الرشاوي وبالتالي لا بد من بداية تغيير سياسات حقيقية تفكك هذه المنظومة المتكاملة والمترسخة من الفساد التي تضرب مصر ربما منذ عام 1974 عندما شرعنا السادات قانون ما سم بقانون انفتاح الاقتصادي نعم التزامن أستاذ عماد الدين حسين بين القاء القبض على عدد من المسؤولين خلال الأيام الماضية كثيرون رأوا في ذلك إشارة إيجابية على اعتبار أن ذلك ربما يؤشر إلى حملة كبيرة للقضاء على رموز للفساد وأن ذلك سيطال أولا مسؤولين بعد ذلك ربما رموز لرجال الأعمال ما يسمى بالطايكونز وبالتالي هذه الحقبة بعد المشاريع الضخمة التي نفذت أو أعلن عن تنفيذ الفترة الفائتة ستكون هي لمحاربة الفساد وبالتالي نأمل خيرا نعم أنا سمحت ما تقوليه بالفعل من كبار المسؤولين وقالوا أن هناك إجراءات حقيقية ستتخذ في المستقبل علينا أن ننتظر ما حدث بالأمس كان خطوة طيبة ينبغي أن تشكر أو نحيف بها الحكومة هناك ردود فعل كثيرة في هذا الاتجاه في الشارع المصري وحتى على مستوى النغبة لكن مرة أخرى علينا أن ننتظر لنرى نتاج أن تستمر الحملة في ضرب رموز الفساد وأسس الفساد وليس فقط مجرد الأشخاص نعم أستاذ خالد علي عبدالخالق ما أعلن منذ بدء الخطوة الأولى ونحن لا نتحدث عن أشخاص لا يزال الحديث عن ما جرى معهم قانونا هو لسه في إطار التحقيق وبالتالي لا نتحدث عن أسمائهم لكن ما جرى قيل أنه كان بإعاز من رأس الدولة وبالتالي هل أنه كل ما يستحدث من مشروعات أو قوانين أو أمور لمحاربة الفساد أو ما شابه يأتي بإعاز من رأس الدولة هل هذا أمر إيجابي أم لا سلبي؟ يعني القضية ليست القانون وإنما الشخص الذي يعز به الأمر الإيجابي هل هذا جيد أم لا سلبي؟ لا هو في البداية وموضوع قضية فساد وزارة الزراعة يعني ليس بالأمر الجديد سبق قبل ذلك في عهد النظام السابق أو الأسبق نظام حسن مبارك أنه تم إدانة عدد من المسؤولين في وزارة الزراعة وتم أيضا كان من ضمنهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لكن لم يتم محاسبته ولم يتم حضوره لإصراي النابة في تلك الفترة وما تم محاسبته هو ممكن أن نسميه الرجل الثاني أو الثالث وبالفعل تم صدور أحكام بحق كان يوسف عبد الرحمن وقتها كان وكيل وزارة الزراعة وتم ساجنه وبذلك تم حماية وزير الزراعة أنزاك في زمن حسن مبارك أما الوضع الحالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيأخذ اتجاه مختلف تماما الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية أبدأ أهمية واهتمام كبير بأجهزة الرقابية لدرجة أنه بيكتمع مع رؤساء الأجهزة الرقابية بصورة شبه دورية كل أسبوع أو كل شعر على الأكثر فمن ثم أن الأولوية الحالية للنظام السياسي المصري اللي برأسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محاربة الفساد لأن ليس منها المعقول أن نتحدث عن تنمية اقتصادية وعن مشاريع اقتصادية واستثمارات والرئيس نفسه في كذا جولة أوروبية أو أسيوية بيتحدث عن استثمارات ونحن لا نحارب الفساد فمن ثم أن أولى مراحل أو بدايات الحديث عن تنمية اقتصادية واستثمارات هي محاربة الفساد الأمر الآخر أن القضية أيضا لها بعد سياسي كبير أولا أن يتعد أول قضية أو القضية فساد يتم الإعلان عنها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتحديد بعد حوالي 14 شهر من تولير الرئاس ده في حد ذاته يؤشر إلى أمرين الأمر الأول أنه لا حماية لفاسد أين كان موقعه ولا تسطر على فساد أين كان مكانه الأمر الثاني أو المؤشر الثاني أنه أصبح محاربة الفساد أحد أولويات النظام السياسي الحالي وبذلك يشعر حتى الأفراد وكافة طبقات الشعب أنه حصل فيه تغيير حتى يمكننا منذ أمس ومنذ الإعلان عن كشف القضية والقبض على وزير الزراعة سادت حالة من الفرحة العارمة في شبكات التواصل الاجتماعي حتى في الشارع المصري عندما يتحرك في المقاهة أو غيره لا حديث إلا عن قضية فساد لا حديث إلا عن وزير الزراعة يعني حضرتك يعني مدني بالمعلومات على اعتبار أنه حضرتك صحفي هل تم إعمال القانون رقم 89 لعام 2015 بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقبية من منصبهم وعلى أساسه تم إلقاء القبض على وزير الزراعة يعني ما هو القانون الذي تم على أساسه إعفاء الوزير من منصبه على اعتبار أنه هناك قضية فساد لأنه هناك أجهزة رقبية مفروض هناك منصب استحدث في عهد الرئيس السيسي من خلاله تم يعني تعيين شخص مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد مفترض هو السيد محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق مش كده؟ الفكرة في حاجة حضرتك هو الأجهزة الرقبية الحالية هي نفسها الأجهزة التي تعمل في العهود السابقة المشكلة الأساسية هي في عملية التفعيل أننا كنا في حاجة إلى نوع من التفعيل في حاجة إلى رئيس يكون قادر على اتخاذ القرار الرئيس السيسي عندما أبلغته الأجهزة الأمنية بأن هناك فساد من جانب وزير الزراعة اتخذ قرار على الفور وطلب من رئيس الوزراء أن يستقبل وزير الزراعة ويقدم استقالاته فهي الفكرة أنه عملية التفعيل وأن حصول تغيير في الدولة هو يعتبر الشارع المصري أو المواطن المصري بدأ يشعر به خلال هذه الفترة خلال هذه الأول نعم أنه بدأ تفعيل يكون هناك قدرة على اتخاذ القرار تفعيل القانون الموجود هذا بالفعل وحتى كمان في بعض المؤشرات كمان وبعض الأخبار بتشير إلى أن هناك عدد من القضايا داخل الأجهزة الرقبية بيتم عمل أو استكمال كافة الملفات الخاصة بها ومن المتوقع أن نسمع في الأيام القادمة عن حيتان كبيرة يتم الكشف عنها والتي سرقت مليارات ونهبت الأراضي الدولة المصرية سيد عماد الدين حسين مفترض أنه كان هناك جمعية لمكافحة الفساد داخل البرلمان السابق المنحل وحتى يشاع أن هناك داخل أفراد هذه الجمعية من ستتم حسبتهم في شبهات في قضايا فساد سننتظر أن يعلن عن ذلك رسميا في الأيام القليلة القادمة وبالتالي أطرح على حضرتك السؤال هل الفكرة هي في أن تكون هناك جهات حكومية أو برلمانية في البرلمان القادم إن شاء الله لها علاقة بالفساد يمكن أن تعمل هي على كشف قضايا الفساد ولا أن يكون هناك تشريع يعمل على قوانين ثابتة يضبط قضايا الفساد يعني فكرة في الأفراد لأن هؤلاء الأفراد واضح يمكن أن يتعرضوا هم أيضا لإغراءات الفساد ولا أن تكون القوانين صارمة تعمل هي على كشف إجراءات الفساد دون التعويل كثيرا على الأفراد لأنه هم أيضا بشر يعني خاضعون لإغراءات الفساد يعني من واقع التجربة المصرية أتصور كل ما تفضلت به من اقتراحات يمكن الدمج بينه والمؤامة لكن القضية في مصر فعلا ليست قضية إجراءات أو تشريعات أو قوانين كل القوانين الصارمة موجودة في مصر فيما يتعلق بالمخالفات لكن دائما هناك ثغرات يتم النفاذ منها هناك تساهل هناك مناخ عام يغري البعض أحيانا بأن يكون فاسدا حتى لو أراد أن يكون نزيها وشريفا وبالتالي المشكلة في مصر أظن تبدأ من وجود إرادة سياسية حقيقية تؤمن بمكافحة الفساد وأظن أنها موجودة الآن متمثلة في الرئيس عفتاح السيسي وكبار مساعدية ثم وهذا هو الأهم أن تكون منظومة تفكيك الفساد لأن للأسف الشديد هذه المنظومة تغلغلت مرة أخرى في جسد الشعب المصري لدرجة أن بعض المواطنين عاديين صار يقنن ويقبل فكرة الفساد حتى الفساد الصغير وليس الفساد الكبير أو فكرة الحتان والبسارية كما يقولون مرة أخرى أنا أظن أن وجود برلمان منتخب يعبر حقيقة عن دموع الشعب المصري سوف يساعد في هذا الأمر وجود رأي عام ونغبة حقيقية ورأي يساند الحكومة سوف يجعلها تسير قدما إلى الأمام خصوصا أن جزء كبير من المتهمين بالفساد هم للأسف الشديد بعض النغبة أو بعض رجال الأعمال الكبار الظاهرين في الصورة ثم السؤال الذي تفضلت به أو الإشارة عن أن هناك بعض رؤساء لجان الخاصة بمقاومة الفساد متهمون الآن هذا حقيقي بالأمس أو قبل يومين جرأ الكشف عن قضية ابتزاد شهيرة جدا متهم فيها عضو مجل الشعب سابق كان يرأس إحدى جمعيات مكافحة الفساد وتم حبسه على زمة القضية لا نستطيع أن ندينه الآن لو سمحت لأنه لا تزال قضية تحت تحقيق نعم تحت تحقيق بالضبط وبالتالي هناك حاجة إلى ليست تشريعات أفعال على الأرض وربما يكون هذا هو سر الفرحة الشعبية بالقبض على وزير الزراعة بالأمس الأمر الإيجابي بما أننا طرحنا بعض الجوانب التي قد تفضي إلى سلبية الأمر الإيجابي هو مسألتين أستاذ عماد دين حسين المسألة الأولى هي المثل والمسألة الثانية هي الردع إذا كنا تطرقنا إلى الردع فخلينا نتحدث عن المثل البعض يرى أنه إذا ما حكمت الكبار الفاسدون الصغار سيمتثلوا لأنه سيخشون أن يخضعوا لذات العقوبة أو ذات المصير وبالتالي هل تعتقد أن ذلك بالفعل قد يؤثر على الفاسدين الصغار سواء في مجال المال والأعمال أو في مجال السياسة يفترض كذلك ونسبيا نعم لكن علينا أن نذكر الناس أنه في لحظة من اللحظات في 2011 حسني مبارك رئيس الدولة في هذا الوقت خرج من الحكم تم القبض عليه تم محاسبته وتم سجنه في قضايا متنوعة منها قضايا فساد ومعظم رموز حكمه تم محاكمتهم بتهمة الكذب غير المشروع والتربح وإهدار المال العام نعم بس حضرتك تعرف أن معظم أحكام القضاء بعد ذلك أفضت إلى لا شيء وبالتالي أيضا مسألة المثل ينبغي أن تكتمل إلى الحساب الرادع وإلا لما وصلنا إلى شيء سأعود لا أخصص هذا في المثل أحمد أزي حتى هذه اللحظة ما زال عليه قضايا وتم اليوم الحكم بعدم دخوله الانتخابات لكن أنا أتكلم عن هذا ما حدث لمدة عام كامل مع رموز حسن مبارك ثم جماعة الأخوان المسلمين معظم رموزها دخلوا السجن في قضايا سياسية وقبلة منهم في قضايا تتعلق بإهدار المال العام كنا نتصور أن هذه المشاهد التلفزيونية التي رأيناها الكبار لرئيسين ثم لنظامين كاملين ستردع الفاسدين لكن سبت أن وزير الزراعة طبقا للتهم الموجه إليه وهو لم يتجاوز أربعة أشهر في منصبه وقع فيه المحزور طبقا لاتهامات النيابة وبالتالي القضية ليست فقط الرادع لكن أن يكون هناك نظام مستمر سياسات عامة تصل إلى الجميع هي التي تشعر أي شخص أن وقوعه في فخ الفساد أو الإفساد أو تجاوز القانون سوف يجد عقابا شديدا هذا ما يمنع الناس وليس فقط لأنه كان البعض يظنه في فرعون لنجعلك من خلفك آية لكن الحياة قائمة على الخطأ وتكرار الخطأ والسواب والعقاب وبالتالي لا بد من وجود منظومة متكاملة لتفكيك الفساد طيب بما أن هناك ثلاثة صخفيين في هذا الحوار أستاذ خالد علي عبدالخالق السؤال ربما الأخير الذي أختم به هذه الحلقة هو في مسألة منع النشر والتضييق على النشر لدواعي قانونية طبعا ما هو المسموح والممنوع في قضية النشر في هذه المرحلة في قضية وزير الزراع لا يا نياب العامة بتصدر قرار أن لا يتم نشر إلا البيانات التي تصدر عن النياب العام وفي أغلب الأحيان بيكون هذا لمصلحة سير التحقيقات لأن هناك يعني في بعض الزملاء نشطين جدا بيقدروا يحصلوا على بعض التفاصيل أو بعض التحقيات وإحيانا لما بيتم نشرها يعني ممكن يضر سير القضية أو يكون نوع من ينتبه له كثيرين يعني ناشطين ويبقون معنا بس ناشطين وما يختفوش لا يا فاند لا أنا أصد الفكرة اللي هي عملية حظر النشر اللي هي بيكون هدفها هو الحفاظ على سرية التحقيقات لحين استكمالها وبعد ذلك بيتم الإعلان عنها وتحويلهم إلى المحكمة المختصة يعني عموما نحن نستند إليكم في ما يجب أن ينشر وما لا يجب أن ينشر وربنا يسر على الجميع شكرا جزيلا للزميلية والأستاذين الضيفين معنا اليوم من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ خالد علي عبدالخالق شكرا جزيلا لك ومن القاهرة أيضا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم